الحقيقة النهاردة يوم كلنا بنفخر بيه خلاص لما نتكلم 4 أكتوبر فاضل يومين تحديدا على انتصار كلنا فخورين بي ولنا كمصريين أن نرفع رؤوسنا جميعا وهو مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر 50 سنة رجعت مصر عفية وبهية من تاني في أعظم انتصار للأمة العربية في تاريخها الحديث وهو انتصار في الحياة للعبقرية المصرية في ملحمة العبور في حرب أكتوبر المجيدة 73 مصر وشعبها وجيشها بيحتفلوا باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المليء بالبطولات والمعارك وخطط الخداع الاستراتيجي اللي بتعكس عبقرية القيادة المصرية بتعكس كمان قد إيه المقاتل المصري تنأد المسئولية الملقاة على كاتفه تحديدا وقدر اللي هو يحقق انتصار يا جمانة نفخر بيه النهاردة وجيل وراجيل بالردد هذه البطولات طبعا بكل تأكيد يعني انتصار أكتوبر المجيد أكتوبر 73 هيفضل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر والوطن العربي كله انتصار فخر لينا والجيشنا وقواتنا المسلحة اللي قدرت أنها تستعيد كل شبر من أرض السينة استعدت معها عزة وكرمة المصريين في معركة بطولية لا تزال تدرس في معظم الكليات والأكاديميات العسكرية حول العالم مش بس المعركة يا أحمد الحيان كمان يمكن حتى خطة الخداع الاستراتيجي حتى الآن هي بتدرس وكان فيه يعني وقتها كان بالنسبة لهم ازاي المصريين قدروا يعملوا كده صحيح خداع استراتيجي وكان فيه فكرة كمان يعني جيش روج لنفسه أنه هو يعني لا يقهر أبدا لكن ما فيش حاجة عصية على الإرادة المصرية الخط المانية خط بليف المانية بالضبط يعني أكبر يعني التحصينات اللي كانت موجودة بطول الضفة الشرقية تحديداً لقناة السويس لكن العقيدة المصرية والإرادة المصرية لما بتقرر بتنفذ لما بنقولها نعمل الحاجة مهما كانت التحديات ومهما كانت العقبات أعتقد ما فيش مستحيل أمام المصريين في الحقيقة يعني زي ما كان فيه بطولات على الجبهة كان فيه كمان بطولات ودعم ومسندة من كل طواقف الشعب المصري وهنا لا نستثني أحد لأن كان فيه لحمة حقيقية كل المصريين كانوا متكتفين بنتكلم على فنانين بنتكلم على متقفين بنتكلم على عمالة ويمكن هي دي روعة التلاحم والتكاتف ما بين الشعب وقواته المسلحة اللي هتفضل مستمرة ودايما في وقت الأزمات بنلاقي التكاتف ده بيظهر لأن خلاص لما حاجة بتحدد الأمن القوم المصري كلنا بنبقى على قلب رجل واحد هنفضل نحكي عن نجاحات الأبطال ونفتخر بالمقاتل المصري اللي قهر المستحيل ودمر خط برليف أجبر ساتر ترابي في التاريخ زي ما قلت أحمد يعني عقيدة وإيمان وهضيف عليهم كمان عقلية مصرية قدرت تتحدى أسطورة كانت بتقول إنها جيش لا يكهر وسمت خط برليف خط برليف المنيع ويمكن محتاجين إن إحنا الجيل الجديد يرجع كده ويبص ويعرف تفاصيل أكتر عن حرب أكتوبر المجيدة لأن ليها تفاصيل كتير جدا بالمناسبة لحرب أكتوبر بكل تأكيد هي لا تقتصر فقط على يوم السادس من أكتوبر السادس من أكتوبر هو يوم العبور الحقيقة يمكن فيه قصص كتير جدا 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 وقصص فضحيات وبطولات هنفضل نفتخر بيها لحد يعني أجيال وأجيال وأجيال تحية للجيش اللي عبر تحية لدماء شهدقنا لراوة أرض سينة تحية للشعب اللي رفض الهزيمة واستعاد لانتصار مرة تانية كل سنة وكل مصر بخير كل سنة وجيشنا بخير كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وفي عزة وفي ناصر دايما صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر